ينش نمري أرادنس النمر غلط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة أهلا وسهلا بكم مع درس الثامن والتسعين من دروس تعلم اللغة التركية للأجانب المستوى المبتدئ الثاني يابانجلار إشين تركيا إسطنبول كتاب آئكي نحن الآن مع درس الاستماع الأول من الوحدة السادسة والأخيرة عنوانه إش أريورم أبحث عن عمل فتاة تبحث عن عمل تتصل يسألونها هل تعرفين هل تعرفين هل تعرفين وفي النهاية تكون قد اتصلت بالرقم الخطأ يقول لنا كما نرى متند ليالم لنستمع إلى النص هانجي إش إيلانه هكين داكولوش يورلر يتحدثون في الهاتف عن أي إعلان عمل إشارة ليالم لنضع إشارة إذن نص الاستماع أولا تستمعون إليه مني ثم نقرأ هذه الإعلانات الثلاثة ونترجمها لنعرف هذه المحادثة الهاتفية هي عن أي إعلانة من هذه الإعلانات الثلاثة ثم نحل السؤال التالي ثم نقوم لكم وداعا إلى اللقاء المحادثة الهاتفية تجري كالتالي المتصلة فتاة اسمها آيلا المتصل به شخص اسمه مراد على الطرف الثاني آيلا تقول آيلا تجري كالتالي آيلا تجري كالتالي آيلا تجري كالتالي Murat Bey öyle mi? Çok güzel. Ayla konservatuarda okuyorum. Halk oyunları oynamayı seviyorum. Murat Bey ya çok iyi. Şarkı söyleyebiliyor musunuz? Ayla şarkı söyleyemiyorum. Ama hem çok iyi ud çalabiliyorum. Hem de dansla ilgileniyorum. Murat Bey çok güzel. Yüzebiliyor musunuz? Ayla evet yüzebiliyorum. Aynı zamanda voleybol da oynayabiliyorum. Murat Bey voleybol mu? Güzel. Peki Almanca konuşabiliyor musunuz? Ayla Almanca mı? Hayır yabancı dil bilmiyorum. Murat Bey köpekleri sever misiniz? Bir köpeği bakabilir misiniz? Ayla aa köpeklere bayılırım. Murat Bey peki çocuk da bakabilir misiniz? Ayla hayır hayır bu mümkün değil. Murat Bey ama ben bu ilanı çocuk bakıcılığı için vermiştim. Ayla çocuk bakıcılığı mı? Ciz reklam şirketi değil misiniz? Murat Bey reklam şirketi mi? Hayır yalmış numarayı aradınız galiba. Hada huo nص الاستماع قد انتهi. Alân sوف nara. Hada yüzebiliyorum. 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 Kendisi yüzeBiliyorum. Benim customizable cuma kendisi 1 yüzebiliyorum. Hada yüzebiliyorum. Yüzebiliyorum. Hada yüzebiliyorum. el 2017 yılını h�z bouncing mi? Her hij vai ج tiene bir oynayacağız. نبحث عن ماذا؟ نبحث عن منقذ إذن نبحث عن منقذ من أجل حوض السباحة لروضة لمدرسة روضة وهكذا لرياضي أطفال هذا هو الإعلان الأول هل كانوا يتحدثون عن هذا الإعلان؟ طيب برأيه لا العنوان الثاني الثاني دانس إدابلر مسينيز؟ هل تستطيعون أن ترقصوا؟ بيز بير ريكلم شركتيز نحن شركة إعلاناتي جوستري إچين هل قوينلار إكيبين دا چلشمك وزراء 18 إلى 25 ياش عرصي جنشلر أريوز إذن نبحث عن شبابين أعمارهم بين الثماني عشر والخمسة وعشرين من أجل فريق رقصي في عرض معين إذن بير جوستري إچين من أجل عرض معين هل قوينلار رقصات شعبية إكيبين دا في فريق الرقصات الشعبية چلشمك وزراء من أجل العمل في فريق الرقصات الشعبية أنسيكيز إلى 25 أرصي بين عمر 18 و25 جنشلر أريوز نبحث عن شباب تلشم سورسي جندا بش ساعة ألا جاكتر فترة العملي ستكون خمس ساعات في اليوم تلشم سورسي فترة العملي جندا في اليوم بش ساعة ألا جاكتر سوف تكون خمس ساعات هل تحدثوا عن هذا الإعلان؟ نعم الفتاة كانت تتحدث عن هذا الإعلان لكنها اتصلت بالرقم الخطأ الإعلان الثالث توجوك لرس تفعر مستنز هل تحبون الأطفال بش يشندك أولم ابني الذي عمره خمس سنوات وكوبييم وكلبي إتشم من أجله بكج أريورم أبحث عن من يعتني إذن أبحث عن من يعتني أو عن مربي من أجل ولدي الذي عمره خمس سنوات وكلبي أوقات العمل مساء البازارتسي والجمعة ليلة الاثنين وليلة الجمعة هذا هو الإعلان الثالث هل كانوا يتحدثون عن هذا الإعلان؟ نعم مرات بي وضع هذا الإعلان أما أيلة هذا الإعلان لأن هذا الإعلان صاحبنا أرهمشتر نعم هذا هو السؤال الأول الآن السؤال الثاني يقول لنا أيلة نلار يابلر أيلة ماذا تستطيع أن تفعل؟ متنجورة إشارة ليلم لنضع إشارات وفقا للنص إذن أيلة دانس إدابلر مي؟ دانس إدابلر صحيح خطأ؟ أيلة دانس إدابلر أي لا يوزي بالر أي لا تستطيع أن تسبح؟ أيلة يوزي بالر أي لا شرقا سوية بالر أي لا تستطيع أن تغني؟ حير, أي لا شرقا سيليمذ لا تستطيع أن تغني أو لا تعرف أن تغني الجملة الرابعة هكذا تذكر بما قلته حلق عيون lit لاري تستطيع أن ترقسرغ الصاة الشعبية؟ أيلة حلق عيون lit. خمسة ألمانجة کنشة بلر تستطيع أن تتحدث للمانيا hayır المانجا konuşamaz أو يبن جدل bilmez هي لا تعرفه لغا اجنبيه هايوان بكابلر تستطيع أن تعتني بالحيوان افت هايوان بكابلر چونك أو كبهة بيولر لأنها مغرمة بالكلاب چوك بكابلر تستطيع أن تعتني بالأطفال امكانسز قالت مستحيل أن أعتني بطفل طيب هذه هي الأسئلة حللنها الآن نذهب إلى نص الاستماع نقرأه وماذا نفعل معه ونترجمه ثم نسألكم خمسة أسئلة ثم نقول لكم إلى اللقاء نذهب إلى النص الصفحة 97 نعم هذه هي الصفحة 97 ليست 97 بعدها 98 هذا هو النص طيب آيلا تتحدث ألو ييغن لر ألو يوما سعيدا مراتبي يجيب يقول ييغن لر يوما سعيدا آيلا تسأل تقول بن آيلا اسمي آيلا أنا آيلا غزتية إيلان مراتبي يقول أولمي أحقا كده سيليا بليور مسلوس هل تستطيعون أن تغنوا أيضا هل تستطيعين أن تغني أيضا آيلا تقول شرك سيليا ميوروم لا أستطيع أن أغني أما هم تشوكي أود كلمة عربية عود أستطيع أن أعزف هم دوامي ناحية أخرى أعتني أو أهتم بالرقصي مراتبي يقول جوك جزال هذا جيد جدا يوزا بليور مسلوس هل تستطيعين أن تسبحي آيلا تقول يوزا بليوروم نعم أستطيع أن أسبح أين الزمان دا وليبول دا وينيا بليوروم وفي نفس الوقت أستطيع أن ألعب فليبول مراتبي يقول فليبول مو نعمة البليبول جزال هذا جميل جدا بيكي ألمان جا كونشب اليوروم سلوز بيكي حسنا المان جا اللغة الألمانية كونشب اليوروم سلوز هل تستطيعين أن تتحدفي حسنا هل تستطيعين أن تتحدفي الألمانية آيلا تقول teenagers حير اللغة الألمانية لا لا أعرف لغة أجنبية مراتبي يقول طبك لاري دفع استفرمشنز هل تحبين الكلاب 1 كبه بكا пробقى بلير من سنزز هل تستطيين أن تعتني بكلب 1 كبه بكلب بكابرر ميسنز هل تستطيين أن تنظري أن دعتني اي لا تقول آه افد كريد كبه لار بي لرم آه حسن نعم أنا مولاط بالكلاب بي لرم يعني أحبها كثيرا كبه لر بي لرم أنا مولاط بالكلاب مر � meat يقول بكي بي لرم bes亡يني هل تستطيعين أن تعتني بالطفل أيضا؟ بكي حسناً شكك تابي الطفل أيضا بكبير مسلز هل تستطيعين أن تعتني؟ آلة تقول hayır hayır بو ممكن ديل لا لا هذا ليس ممكنا بو ممكن ديل مرات بي يقول أما بان بو إيلاني شكك بكيجل ايجين ورمشتم أما بان بو إيلاني شكك بكيجل ايجين ورمشتم لكنني أنا بو إيلاني هذا الإعلان شكك بكيجل من أجل العناية بالطفل ورمشتم يعني أنا أبحث عن من تعتني بالطفل فتقول آلة توجك بكيجل العناية بالطفل سيز ريكلام شركة ديل مسلز أنتم ألستم شركة إعلانات سيز أنتم ريكلام شركة شركة إعلانات ديل مسلز ألستم مرات بي يقول ريكلام شركة مي شركة إعلانات هير لا ينضش نمرا يأردنز لقد اتصلتي بالرقم الخطأ غالبا غالبا لقد اتصلتي بالرقم الخطأ غالبا درس اليوم انتهى لا تنسوا استخراج الكلمات الغريبة وحفظها قبل أن أقول لا تنسوا ماذا نسأل خمسة أسئلة طيب ريكلام شركتي ما معنى ريكلام شركتي السؤال الثاني كوبيكلارا بيولر ما معنى كوبيكلارا بيولر السؤال الثالث نعم ما معنى ما معنى ماذا يوزبليور موسونز ما معنى يوزبليور موسونز السؤال الثالث الرابع صورنا كونسرباطور الكلمة ليست مهمة لكن ما هو معنىها الجملة السؤال الخامس لا توجد كلمة صعبة هنا السؤال الخامس ما معنى غازيتا غازيتا كلمة سهلة جدا جدا لا تنسوا استخراج الكلمات الغريبة وحفظها وكتابات ما درسناه وقراءته بصوت عال ولا تبخلوا علينا بنصائحكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم البناء على العناوين الموجودة في مربع الوصف دامت البسمة متراقصة على شفاهكم والفرحة مبارك مالئة لقلوبكم ورمضانكم مبارك بخيرات والطاعة والصدقات دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته